السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأخوة الأعزاء نشرت صباح اليوم بفعت فيديوات للشيخ عبد الحليم الغزي الذي يحاضر كل يوم تقريبا في قناة القمر أو المودة سابقا أو بعض المحطات الفضائية وقد تحدث عني في بعض محاضراته وقال أن أحمد الكاتب في كتابه تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى إلى ولاية الفقيه وإنكاره لولادة الإمام الثاني عشر محمد بن حسن عسكري هو يتبع المنهج الأصولي في علم الرجال في نقد الروايات وهو منهج منذ القرن الرابع الهجري قبل ألف ومئة سنة تقريبا انتهجه العلماء الشيعة في تصفية الروايات وانتقادها وإسقاط الضعيف منها ولكنهم طبقوا هذا المنهج في مسائل الحلال والحرام وتساهلوا في بقية الأمور أو لم يطبقوا هذا المنهج في موضوع العقيدة موضوع التاريخ موضوع الإمامة الأدعية الزيارات المستحبات من باب التساهل في أدلة السنن وهو حاول أن يلقي الكرة في ملعب الأصوليين في ملعب المجتهدين وعلماء الشيعة بأنكم اتبعتم هذا المنهج فوصلتم إلى هذه النتيجة ووصل أحمد الكاتب إلى هذه النتيجة وأن أحمد الكاتب لم يأتي بشيء جديد من عنده وإنما طبق هذا المنهج الذي تلتزمون به منذ قرون طويلة وما هو البديل عن ذلك البديل هو المنهج الأخباري والمنهج المغالي الذي يأخذ بكل روايات كما هي كما في كتاب الكافي وغير الكافي أي رواية تأتي عن الأمة هو يصدق بها ويأخذها من دون تمحيص ومن دون تدقيق ومن دون أي شيء حتى يفتح بابا واسعا للغلو وأحاديث الغلات وخرافاتهم وأساطيرهم وتحريف الدين الإسلامي وليس مثل أهل البيت إذا كانت المشكلة هي فقط مثل أهل البيت يمكن المسألة تكون بسيطة ولكنهم ينقضون التوحيد ينقضون النبوة ينقضون كل شيء هؤلاء الغلات في الزمن السابق وقد عانى الأئمة من أهل البيت كل واحد منهم عانى حركة أو حركات من الغلات كانوا في أيامهم يحاولون أن يرفعوا من شأن الأئمة يقولون أن الأئمة يوحى لهم يعني أصبحوا أنبياء أصبحوا نصف أنبياء أصبحوا ثلاثة أربع أنبياء أصبحوا لا فوق الأنبياء أصبحوا يعني آلهة نصف آلهة مساعدين الله تعالى يحيون يميتون يرزقون يديرون الكون يسمعون كل الناس كما يتكلمون يرون العالم كل بأيديهم يديرون العالم كل بالنيابة عن الله تعالى فهذا رفع لمقام الأئمة من أهل البيت إلى مستويات كفرية إلى مستويات شركية إلى مستويات بعيدة حتى عن الإسلام ولذلك كفر الأئمة من أهل البيت هؤلاء وتبرقوا منهم ولعنوهم أشد اللعن وأعتقد في حلقة سابقة أنت حدثت عن موقف أهل البيت من هؤلاء الغلات ولكنهم كيف يدخلون إلى قلوب الناس وعقول للناس هذا كان في الزمن السابق كانوا يؤولون كلام الأئمة ويكذبون عليهم ويختلقون الروايات الباطلة لأهل البيت ويقولون أهل البيت قالوا كذلك الإمام الباقر قال كذلك الإمام الصادق قال كذلك الإمام الكاظم قال كذلك دائما كانوا يكذبون على الأئمة وهم كانوا الأئمة كانوا يتألمون منهم جداً ويتبرؤون منهم ويلعنونهم الآن البعض يعني الشيعة بالحقيقة تخلصوا من هؤلاء عبر قرون طويلة عبر قرون من الاجتهاد والتحقيق والتحقيق في علم الرجال وتطوير علم الرجال من أيام النجاشي والكشي وابن غضائري والشيخ الطوسي وألمان الأفاضل الكبار الذين دائما تعبوا كثيراً وجهدوا كثيراً حتى يحققوا بالتراث المنسوب لأهل البيت والذي كان موجود ومنثور في كتب عديدة جمعها الكافي ويمكن الصفار وغيره بعض الكتب جمعوها فألماء الشيعة قالوا أن هذه الأحاديث مغالية وغير صحيحة يعني كاذبة وتنسف مذب أهل البيت وتنسف الإسلام أساساً حتى من بعض الأخباريين الأخباريين أيضاً تطوروهم على درجات لم يعودوا يأخذوهم كل الأحاديث كما هي إنما يعرضوها على القرآن الكريم كما قال الإمام الصادق ويعرضوها على العاكل ربما الشيخ المجلسي كان أخباري العلام المجلسي ولكنه نقى أحاديث الكافي ونقحها وصفاها وقال إن ثلاثة أربعة أو أربعة أخماس أحاديث الكافي هي أحاديث ضعيفة وغير صحيحة ثم جاء العلماء ومستمرين العلماء الأعلام في تنقية ما تبقى من الروايات والأحاديث ولكن لدينا الآن شيخ أخباري مغالي يتفاخر بأنه مغالي ويقول أنا أرفع من النغلات السابقين الذين تقدموهم أنا أعلى منهم أكثر منهم غلوا ويوميا إذا تستمعون إلى محاضراته وأنا لم أتابعه في الحقيقة كثيرا وإنما وجدت اسمي على بعض المحاضرات وهو يناقش كتابي أو يناقش بعض أفكاري ويقول ذلك والمحاضرات موجودة في صفحتي وأي واحد يحب يطلع عليها أيضا بإمكاني يطلع عليها حتى يشوف أنه هذا ماذا يتكلم هذا الشيخ وماذا يريد أن يقول إلى أين يريد أن يصل من هم أهل البيت يعني المشكلة أهل البيت يعني أحنا الشيعي يعتقدون بأنهم أئمة معينين من قبل الله حسب النظرية الإمامية أئمة معصومون معينون قبل الله يرون أحاديث النبي ومكلفون بتطبيق الدين بتطبيق الإسلام ولكن الغلاة ماذا يقولون عن أهل البيت لا لا يقصرون مهمتهم بمهمة الإمامة والقيادة والزعامة والخلافة والحكم والسلطان لا يقولون هؤلاء الأئمة بذاتهم الله خلق الكون من أجلهم وهم مساعدين لله تعالى وخلق أرواحهم قبل أن يخلق الكون وبالتالي عندهم نظرة ذاتية إلى الأئمة وليست وظيفية أن وظيفة الأئمة هي تطبيق الدين لا ينظرون إلى الأئمة على أنهم بحد ذاتهم أنوار خاصة يعني مشابهة لله أو أبناء الله تعالى مثلاً كما كان يقول الجاهليون المشركون بأن الملائكة هم بنات الله وهؤلاء الأئمة تقريباً يشبه قول أولئك الجاهليين أنهم هؤلاء أبناء الله فوق البشرية فوق الناس فوق كل شيء هذه نظرة جامدة ومتحجرة ولا تتوافق مع القرآن الكريم ولا تتوافق مع العقل ولا تتوافق مع طبيعة أهل البيت ودورهم ونشاطهم وحياتهم الطبيعية طرحنا هذا الموضوع في صفحتنا اليوم صباحاً فكان فيه تعليقات كثيرة حول هذا الموضوع أنه من هو الغزي الشيخ عبد الحليم الغزي وماذا يريد وهل يلتقي معي أو ألتقي معه أو لا يختلف معي تماماً وما هي القصة صار حوار جيد أحببت أن تشاركوني في هذا الحوار وأشارككم فيه ونستمع إلى مداخلات الأخوة حتى نرى ماذا حدث من نقاش في هذا الموضوع والبعض قال أنه ينتمي للتيار الشيرازي البعض قال أنه مدعو من إيران وأنا قلت لا لا أعتقد أنه من التيار الشيرازي أو له علاقة بإيران الأخ أباس الطاهر يقول تعرض محاضراته أو محاضراته على كنوات الشيرازيين كالأنوار وغيرها أنا بالحقيقة لا أتابع هذه المحطات ولم أشاهد هذا الشيء ولا أعرف إذا كان كلام الأخ أباس طاهر يعني صحيح ودقيق أو مختلط عليه الأمر وكذلك يحضر احتفالاتهم وموارساتهم في الكويت ولندن هل هو يسافر الكويت هو يعيش في لندن لا أعرف بالحقيقة لا أعرف هو شخصيا ولم ألتقي به وأعتقد أنه يتهرب حتى من الحوار معي وأنا من هنا أوجه لدعوة للحوار إذا كان مستعد أن يتحاور مع أحد أنا أعتقد أنه خارج عن المثب أهل البيت وأفكاره التي يطلحها أفكار الأغلال المفوضة والخطابية الذين لعنهم أهل البيت وهم يعتبرون في نظر أهل البيت خارج الإسلام أساسا بهذه النظرات وأنا لم أحقق كثيرا فيما يقول ولكن هو يقول أنا مغالي جدا 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 وأنا فوق الغلاة الذين تنتقدونهم الأخ علاء 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 يقول أنت تلتقي معه في بعض الأمور ومنها عدمية الخمس وقلت للأخ يعني إذا التقى شخصا مع شخص أو تيارا مع تيار أو دينا مع دين بنقطة أو نقطة ثلاثة لا يعني أنه أصبح يشابه ذلك أنا أقول الخمس حسب الآلة القرآنية ألقيت موضوع عن الخمس قبل أيام أن الخمس هو فقط في غنائم الحرب والمعادن والثروات الطبيعية لا هاي تعود للدولة وإذا كان علماء السابقون يفتون بأنه أيضا فيها خمس في الأنفال يعني وكل إنسان إلى حق أن يستخرج المعادن ويعترى خمس فقط هذا كلام غير صحيح ونشأ في غياب الدولة أما مع إيماننا بالدولة أن هناك دولة ترعى ثروات الوطنية فلا يعود الخمس مجال في هذه الأمور والمكاسب والأشياء العادية الأخرى فيها الزكاة وليس فيها الخمس وممكن الحاكم بالاتفاق مع الناس بالاتفاق مع مجالس الشورى يرفع نسبة الزكاة من 2.5 إلى 10.20-30.100 هذا أيضا مجال مفتوح الأخ علاء قال لا خلافة في الكتب الرسالية وأحكامها لطالما أن مصدرها واحد وهو الإله نحن نتكلم عن جدلية أنتما تلتقيان بها على رغم الخلافة الذي بينكما أنا بالحقق لم أفهم كلام الأخ وأي جدلية أنا أقول يجب أن نحقق أنا هو كما قال الشيخ يعني عبد الحليم قال أحمد الكاتب يعني جدا جدا رايح بالطرف الآخر وهو في طرف وقال أحمد الكاتب في الطرف الآخر البعيد عني جدا حتى أخرجني عن النواصب قال هذا خارج النواصب أيضا فكيف أنا ألتقي معه في هذه الأمور رائد المسوي الأخ رائد المسوي يقول هناك خلط كبير للأوراق وخلط للأمور ليس كل من درس في الحوزة العلمية أصبح عالما وليس كل من لبس العمامة أو تحدث بالدين أصبح عالما وليس كل من ألف كتابا أو تتحقنات وهرج فيها أصبح عالما يعني طبعا هذا الشيء هو الحقيقة لا أنا أرتدي العمامة الآن ولا شيخ الغزي يرتدي العمامة ربما نتفق هاي النقطة أيضا هو طبعا يلبس يعني كلاو مثل ما يقولون الأخ رائد يقول ارجع لخلطك للأمور أنت تحاول أن تثبت صحة ما توصلت إليه من عقيدة باطلة في إنكار إمامة وخلافة وأسمة أهل البيت عليه وسلام من خلال كلام الغزي طبعا إضافة إلى كل بحوثك وكتبك الأخرى لكني أتحدث هنا عن كلام الغزي الذي يدعي بأنك عندما طبقت ما درسته في الحوزة عند مراجع الشيعة وصلت إلى هذه النتيجة الباطلة وأن من يطبق نفس المنهج يصل إلى نفس النتيجة وهذا ما لا يقبله عاقل أو منصف لأننا نرى أن كل مراجع الشيعة الإمامية وطلابهم وهم أهل المنهج لم ينكروا الإمام المهدي المنتظر عليه السلام ولا خلافة وأسمة أهل البيت عليه وسلام عبد الحليم الغزي بمنهجه هذا ابتعد عن الخط الصحيح لأهل البيت لأنه يرفض ألم الرجال ولأنه يتهجم على العلماء ويقبل كل الأحاديث دون تنقيح وغيرها وأنت أستاذ أحمد أيضا ابتعدت عن خط وعقيدة أهل البيت عليه السلام جملة وتفصيلة لأنك تنطلق من مبدأ خاطئ لذلك كانت النتيجة خاطئة يعني ملخص كلام الأخرائد يحاول أن يرد على الشيخ الغزية تقريبا كما فهمت من حديثه الشيخ الغزية يقول أحمد الكاتب تطبق المنهج الرجالي منهج التنقيح في الرواة يعني في الرجال في رجال الأحاديث وبالتالي نسف هذه الروايات ونسف هذه النظريات نظرية الإمامة أو الأسمى أو وجود الإمامة الثاني عشر والأخ رائد المسوي يقول أنك أنت أخطأت المنهج صحيح وعلماء الشيعة يلتزمون بهذا المنهج وفي نفس الوقت يؤمنون بالإمامة والأسمى والإمامة الثاني عشر فإذن أنا شخصيا يعني يقول الأخ رائد أحمد الكاتب هو الذي انحرف عن خط أهل البيت وأنا بالحق أعود فأقول له أن كلام الشيخ عبد الحليم الغزية صحيح في هذه النقطة أنا طبقت المنهج الرجالي كما يقول السيد كمال حيدري يعني إذا طبقنا منهج التحقيق الرجالي اللي تبعها السيد الخوئي فإن روايات إثبات ولادة الإمام الثاني عشر محمد بن حسن عسكري كلها تتبخر وتصبح روايات ضعيفة لا يمكن الاعتماد عليها إذا طبقنا نقد الخوئي للرجال وأنا طبقت هذا المنهج كما اعترف سيد كمال حيدري وكما اعترف حتى الشيخ عبد الحليم الغزي أنا طبقت هذا المنهج فوجدت أن هذه الروايات غير صحيحة وبالتالي لا يمكن إثبات وجود الإمام الثاني عشر أو ولادته بهذه الروايات الضعيفة والمقطوعة والمروية عن كذابين المروية عن مغالين المروية عن ناس ضعاف ولا يمكن بناء عقيدة دينية بهذه الروايات المتهافدة جدا أما لماذا علماء الشيعة قديما وحديثا خاصة الذين طوروا علم الرجال والتزموا بعلم الرجال وحققوا فيه لماذا لم يصلوا إلى ما وصلت أنا إليه الجواب يا أستاذنا وأخينا العزيز أخ رائد الموسوي هو لأنهم لم يطبقوا هذا المنهج في مجالات العقيدة والتاريخ وبقية القضايا طبقوا المنهج التحقيق منهج نقد الرجال في موضوع الحلال والحرام فقط في موضوع الصلاة والصوم والطهارة والنجاس وما إلا ذلك لم يطبقوا هذا المنهج في الأبواب الأخرى وأنا جئت بتوفيق من الله تعالى وأطبقت هذا المنهج في التاريخ في تاريخ الإمامة وتاريخ الأئمة في ولادة الإمامة الثانية عشر قرأت هذه الروايات واحد وثلاثين رواية يرويها الشيخ الكليني في الكافي والشيخ الصدوق خمسة وثلاثين رواية تصبح عنده أو أكثر من ذلك ثم الخزاز جاء بحوالي مئة رواية مئتين رواية طبقت هذا المنهج على هذه الروايات فوجدت أن هذه الروايات كلها ضعيفة ولا يمكن اعتماد عليها وأي واحد بإمكانه يجتهد في هذا الموضوع يذهب يحقق في هؤلاء الرجال الرجال رواة هذه الأحاديث والروايات سوف يكتشف نفسه العلماء وهو الشيخ الغزي أيضا كان يخاطب العلماء يقول لهم أنتم يخاطب عامة الناس يذهبوا إلى أي عالم وسألوا عن الرواية الفلانية هل هذه الرواية صحيحة وثابتة أم رواية ضعيفة وموضوعة سوف يقول لكم أن هذه الروايات موضوعة وضعيفة ومتهافتة فإذن المشكلة ليست بي يا أستاذ رائد إنما المشكلة بي أن أكثر العلماء الآن يقتصرون في أبحاثهم على مسائل الحلال والحرام ولا يبحثون هذه الأمور وهناك أيضا قسم منهم يبحث ولكنه لا يتكلم لأنه سوف يهدم كل الكيان الذي بناه المرجعية والحوزة والطلاب ووضعه الاجتماعي كله سوف يخرب وبالتالي هو يخشى من ذلك والبعض يرفض هو يعرف هذا الكلام صحيح ولكنه يرفض الاقتراب بالاجتهاد في هذه الأمور يقول لا تجتهدوا في هذه الأمور ومن يجتهدوا حاربوه أشد المحاربة انظروا أنتوا أنا ما لدي أسمي أسماء ولكن هناك يعني مراجع كبار تكلموا بكلمات بسيطة وحاربوهم حربا شعواء حسين محمد حسين فضل الله رحمة الله عليه شكك في موضوع كسر الظلع أنه هذا الظلع الزراع فعلا هجموا عليها في البيت وكسروا ظلعها وأسقطوا جنينها أو هذه رواية ضعيفة مجرد تشكيك قامت عليه الكيامة وأقاموا الدنيا عليه حتى يسقطوه من المرجعية لأنه في صراعات مرجعية بالنص وبالتالي لا يستطيع أي مرجع أن يغامر بنفسه ويتكلم بصراحة وبقوة وبجرأة وججاعة إلا أن يخرج من هذا الإطار ومن هذا الجو ويتخلى عن كل هذه المصالح المادية والسياسية فيقول كلامه بحرية الأخ قاسم محمد يقول الغزي مأجور وإيران هي من صنعت له كنات وزرعته في لندن أنا أتعجب من بعض الأخوة الذين يطلقون الاتهامات والإشاعات بسهولة جدا والأخ قيس يعني أخ متابع ومحترم فأنا أربأ به أن يطلق هكذا يعني كلمات غير دقيقة وفي الحقيقة يعني هو غد إيران أيضا يعني لا يجوز أن نتكلم بهذه الصورة يعني الآن هو الشيخ ما لأنه فيه من وراءه ومن يدعمه وكذا هو يتكلى نحن نحاول أن نناقش منطقه نناقش فكره أنه نحن الآن نحتاج إلى مزيد من ألم الرجال من التحقيق في الألم الرجال نحتاج إلى مزيد من الغربلة مثلا غربلة التراث حتى ننقي هذا التراث المسموم أم أننا نحتاج أن نغرف ونأكل ونلهم ونبلع ونشرب ونغص بهذا التراث هذا هو السؤال خلونا لا نتكلم على الأشياء ما عندنا معلومات دقيقة فيها وحاجة إلى إثبات وتحقيق وكذا فنبتعد عن هذه الأمور يقول الأخ قيس مرة أخرى أستاذي العزيز تاريخ أبو هدى لا يخفى على الجميع وكيف جندته إيران وأطلقت سراحه سنة سبعة وتسعين وتعليمه من قبل يعقوبي لأفكار شاذة لتسقيط الخوئي آنذاك أنا ما أعتقد يعني هذا كلام دقيق لأن إيران يمكن اعتقالتها اعتقالتها وشفرتها يمكن أبعدتها وأطلق سراحه لأنه ما تستطيع تعدم يعني أطلق سراحه أطلع بره من إيران وأخرج من إيران فيعني هي بعض الحقائق موجودة ولكن كيف نقرأها أو بيها نقاط أخرى أنا ما أعرفها في الحقيقة لذلك لا أخوض فيها الأخ يجاوب عبدالجبار الشريف يقول هو سجن وترد من إيران منذ ثلاث أقود صحيح على إحال حسين علي الحفاظي يقول أنا تابعت الكثير من محاضراته وجدتها غير مثمرة ولا تصوق في خدمة الإسلام والمسلمين هذا رأيك جيد ولكن نحن نناقش في جوهر كلامه جوهر كلامه اللي أنا يحاول يبثه ويركز عليها ودائما يعني يحاول يخلق لمدرسة طبعا ليس هو واحدة عالم سبيطاني لي أيضا هو نفس الخط هذا وربما آخرين بدرجات مختلفة وبالحقيقة حتى مراجعنا الكرام المرحومين والمعاصرين بعضهم أو كثير من أجلهم أيضا هم لا يطبقون المنهج الرجالي عندما يجتهدون يعني يجيب لك كم رواية وكم كذا وبسرعة يحاول يفتي ويدعي الاجتهاد والمرجعية يعني ما يحققون في الروايات ما يدققون في الروايات هذه مشكلة عامة ولكن الشيخ رغزي لا يحاول أن ينظر لهذا المنهج يعني علمان الباقيين عندما تسألهم هل تحققون في الرجال؟ يقولون نعم يجب أن نحقق في الرجال وهذا ضروري ومهم جدا يعني يؤمنون بنظرية ألم الرجال ولكنهم قد لا يطبقونها بدقة بعكس الشيخ الغزي أبو هدى لأنه هو لا يحاول ينظر أنه يجب أن نفتح الأبواب كلها ونفتح النوافذ ونستقبل كل تراث هذا وكله صحيح يعني كيف رح تعرف أن تراث أهل البيت بالمزاج بالذوق بالكشف بكيف رح تعرف أنه هاي رواية صحيحة وغير صحيحة يقول لك خلص هذا عليها نور الرواية عليها نور كيف؟ يعني كل واحد يدعي كل نظرية يقول عليها نور وبالتالي رح يوقعنا بمشاكل كبيرة الأخ رائد يعود في يقول أستاذ أحمد هناك خلط كبير للأوراق هذا مرة ثانية يعيد كلام الأخ رائد ألا يا حال سنشوف وأنا جاوبت وقلت الأخ حيدر جمعة يقول وهذه الحقيقة أنت أنكرت الإمام الحجة بالأتماد على كتاب ابن الغضائري ورجال الطوسي ومعجم رجال عديد هذا لب الحقيقة لأخ حيدر جمعة يعني تقريبا يكاد يؤيد قول كما أفهم عندي ولا أعلم بدقة قول الشيخ الغزي طيب قبل أن نقول نحن نؤمن بالإمام الثانية عشر أو لا نؤمن خلي نبدأ من الصفر نحن لا نؤمن جميعا نحن لا نؤمن نفترض الآن يجي واحد يقول لك أنا أؤمن طيب أنت تؤمن بأي دليل بأي برهان بأي منطق تفضل أعطيني أدلتك أعطيتني أدلتك وأقنعتني فأهل وسهل يعني يمكن أن أؤمن بكلامك أما أنت يعني ما تستطيع أن تثبت هذا الشيء بالروايات التاريخية هم على معنى الكرام من أول يوم من قبل ألف سنة الشيخ الطوسي والشيخ المفيد والشيخ الصدوق والسيد المرتضى والشيخ النعماني وكل علماء حاولوا يثبتوا ولادة ولد للإمام العسكري على خلاف الظاهر لأن الظاهر من تاريخ الإمام العسكري أنه توفي واليام ذكرى وفاته أيضا أنه توفي الإمام ولم يوصي لأحد ولم يشاهد ولد له بعده وهو أوصى بأمواله إلى أمه يعني أنا ما عندي ولد وصية رسمية أيضا أنت القاضي ابن أبي شوارب هذا هو الظاهر فيجب أن نعمل بهذا الظاهر ولكن بعض الناس قالوا لا الظاهر غير صحيح يجب أن نؤمن بالباطن يعني كانوا باطنيين ويؤمنوا بعكس الظاهر يعني يجي في الرواية خلاف الظاهر طيب كيف أنت ترفع اليد عن الظاهر لازم تجيب دليل قوي حتى تذهب للمحكمة وتثبت ذلك أمام القاضي الآن إذا إنسان توفي واحد من الناس تعرفه توفي مثلا وإجا واحد أو وحده وقالت أنه هذا عنده ولد طيب ما هو الدليل ما شفنا يولد هنا وين هو ولد هذا يقول لا عنده ولد طيب جيبي دليل إذا واحد عنده دليل يروح للمحكمة ويثبت ولادة هذا الإنسان لهذا الإنسان الميد أما إذا ما عنده دليل هك بصورة فلسفية نجي نؤمن هذا كلام غير صحيح والعلماء الذين بحثوا كالشيخ الطوسي كالشيخ الطائفة يعني قال أنه ما عندنا أدلة قوية تاريخية على ولادة ابن للإمام العسكري نقطة رأس السطر وقالوا كيف نؤمن به نؤمن بالدليل العقلي الدليل العقلي ما هو هناك نظرية اسمها نظرية الإمامة وهذه النظرية يجب أن تستمر إلى يوم القيامة وإذن إمام العسكري توفى وما عنده ولد فيجب أن نفترض له ولدا فهذا افتراض هذا افتراض وهمي خيالي ما له حقيقة فرضية فلسفية هذه ما هي حقيقة تاريخية فطيب أي واحد يستطيع الآن إذا أنا أجيت أنا ما أنكرت في الحقيقة أنا لم يثبت عندي أنا اتبعت من أجل البيت اتبعت كلام الإمام العسكري إمام العسكري هو نفسه قال أنا ما عندي ولد فأني شون أجي أرسق ولد به غصبا عنه وأقول لا هذا هو الصحيح وهذا ماذا بأهل البيت أنا اختلقت مذهب جديد لأهل البيت هذا ليس مذهب أهل البيت ولا موقف ولا رأي لإمام الحصري العسكري فأنا أجي أنسب وأختلق أحاديث بعد ذلك أختلق أحاديث وأقول هاي أحاديث صحيحة إذن فإذن عنده ولد أما تاريخيا لا يستطيع أحد أن يثبت وجود ولد للإمام العسكري يثبته بالأدلة الفلسفية الكلامية أو باختلاق بعض الروايات الإمام الفلاني قال أنه سوف يولد بعد 100 سنة بعد 50 سنة بعد 70 سنة ولد اسمه كذا وكذا طب هاي رواية أنت اختلقتها الآن ولم تكن موجودة من قبل ولذلك شيعة الإمام الحصري العسكري اختلفوا بعد وفاته إلى 14 فرقة وبحثوا دققوا سألوا كذا لم يجدوا ولدا ولا أثرا لولد لماذا اختلفوا إذا كانت هذه الروايات موجودة وصحيحة فشيعة الإمام الحصري العسكري ما كانوا يختلفون وأربوطعس فرقة سعروا كل واحد يجور صوب ويجور أرض لأنه وواقعوا في عصر الحيرة سموه عصر الحيرة حتى والد الشيخ الطوسي علي بن بابويا والد الشيخ الصدوق علي بن بابويا كتب كتاب التبصر من الحيرة التبصر من الحيرة أنه كيف نخرج من هاي الحيرة اللي وقعنا بها لأنه كيف إذا كنا نؤمن بنظرية الإمامة نشوف نظرية الإمامة ووصلت إلى طريق المزدود وانتهت وانقرضت وهذا مجوز غير صحيح ما نقبل فيه فيجب أن نفترض أما يستمرون في الحياة أو إمام يستمر هو في الحياة إلى يوم القيامة هذا كلام مو معقول كلام غير صحيح عليها الأخ حيدر جمعة يقول أنت أنكرت أنا ما أنكرت أنا ما يثبت عندي أنت اللي قاعد تدعي الإمام بشخص معين ولم تره وليس له أثر وليس له وجود منذ ألف ومثل سنة وتقول هذا شخص موجود دعنا من ابن الغضائري ورجع للطوسي ودعنا من كل واحد أين هو ذلك الإمام الذي هو لطف كما يقولون يجب أن يعين الله أئمة في الحياة لا يجوز أن نترك الناس سدى هكذا تقول نظرية الإمامة لا يجوز النبي أن يتوفى أو يرحل ولا يعين أي إماما ووصيا للناس طيب الإمام علي كان وصي وبعده 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 الآن أين هو الإمام إذن هذه نظرية هاوت يعني يشوفوا يا أخوان قبل يومين قاعدنا أو أمس قاعدنا الأخ الدكتور كمال شاهين تحدث عن علم النفس الإدراكي وقال مستويات الأطفال حسب أعمارهم سنتين ست سنوات اطنع سنة ستاعة سنة في تطور في النقج العقلي في الإنسان حتى يدرك بعض الأمور الأطفال في أمر الخمس سنوات أو أربعة سنوات ست سنوات لا يدركون التناقض لا يدركون النظرة الكلية لا يعرفون أن يستطيعون أن يمتلكوا نظرة شاملة وكلية الأمور ينظرون نظرات جزئية فقط نحن كذلك مستوان العقلي في هذه الأبحاث مستوى بدائي مستوى متخلف مستوى الطفولة لا نستطيع أن ندرك التناقض في هذه النظريات لا نستطيع أن ندرك النظرة الشمولية يعني مثلا الآن الأخ السيد رائد المسوي يجيب لي أحاديث أحاديث عن نظرية الإمامة حديث الغدير وحديث كذا وحديث كذا طيب عظيم قاد طيب هالحال الأحاديث ماذا تنتج ماذا تنتج وليس ماذا تفترض أنت منها ماذا تنتج هل أنت جدت لك إماما منذ 1200 سنة بعد وفاة الإمام العسكري هل جاءنا إمام معصوم معين من قبل الله بعد الإمام الحسن العسكري حتى يحكمنا وحتى يقوم بالثورة وحتى يقود المسلمين وحتى يفعل كذا وكذا هل يوجد هذا الإمام لا يوجد 1200 سنة نحن جالسين بدون إمام فإذا هالأحاديث لم تنتج شيئا صحيح ممكن يأتي característica يفترض بإمام يجب أن نفترض وجود الإمام فريد digestive وعلى أرض بواقع لم يوجدomb عدد الإدراكي حتى ندرك أنه ماذا نقول ماذا نقول أين هم الأئمة نحن نختلف الآن مع الناس ومكونين هويات خاصة بنا وإحنا شيعة وها لا أسنة وها ولا كذا ويجي الشيخ عبد الحليم الغزي يرفع الأئمة إلى مستويات والنتيجة لا يوجد دماء هنا يلفت نظرنا رائد المسوي يقول وهل أنكرت سيد كمال حيدري ولادة الإمام المهدي المنتظر وخلافة وأصمة أهل البيت وهل أنكرت نصيب الرسول لعليبنا إبي طالب سلام الله خليفة للمسلمين بعده هو إذا استمعت لها محاضرة أنا استمعت لها محاضرة يقول أن هذه الروايات التي تعتمدون عليها في إثبات ولادة محمد بن حسن عسكري روايات ضعيفة لا تشكل أساسا لنظرية أو عقيدة وإذا سألتموني هو يقول إذا سألتموني هل أؤمن أو لا أؤمن أقول لك أنا أؤمن لا تسألوني كيف آمنت لا نسألك كيف آمنت آمنت بالوحي نزل عليك آمنت بالعقل آمنت بماذا الروايات التاريخية والأحاديث لا تعتمد هذا الشيء أنت كيف تؤمن؟ افتراطي أن تفترض تريد أن تهرب من الموضوع؟ أهرب أنت حر ولكن كلامنا ليس عن السيد كمال حيدر إنما عن طريقة إثبات الشيء يقول تفضل أستاذ أحمد هذه هي عقيدة السيد كمال حيدر نعم نعرفها هو طبعاً رد عليك بكتاب عندما نشرت كتابي الأول تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى إلى أولاة الفقية وجزء الثاني الإمام محمد بن حسن العسكري حقيقة تاريخية انفرضية فلسفية فرد علي مع تلميذه الحسني بأن هذه أحاديث عندنا فقلت له أن الأحاديث رح حقق فيها ودقق فيها ما يجب لي أحاديث من دون تحقيق وأنت تدعي لإجتهاد فيجب أن تجتهد في هذه الروايات فراح اجتهد وشاف الروايات مصحيح على أي حال الأخ عباس الطاهر طبعاً يبقى نابل هنا عن الأخ دائماً وأني كمرة طلبتني عند الأخ عباس أنه شوية يخفف من أسلوبه في الكلام حتى لا يجرح مشاعر الناس بهذه الصورة على أي حال هنا الآن هو لا مهدي لا قبلاً ولا الآن ولا مستقبلاً بالاخترع والمختلعون لتخدير الناس بأمل قائم ومستمر هذا رأيك على الحال فيه تفاصيل هو الأخرائت قال أني ابتعدت عن خط أهل البيت وعقيدة أهل البيت جملة وتفصيلة فقلت له كيف عربت ذلك هل درست أنت عقيدة أهل البيت بنفسك بصورة علمية أم تقلد ما ورثته من أبائك والمجتمع اليوم هل تستطيع التمييز بين الروايات المغالية المنسوبة إلى أهل البيت وبين الرواياتهم الصحيحة هل قارنتها بأفعالهم ومواقفهم وتاريخهم وحتى بأقوالهم الأخرى الموجودة في طيات التراث الشيعي في الكافي وغيره لماذا تعتقد أن بعض الخرافات والأساطير التي أنتقدتها أنا أنها جزء من عقيدة أهل البيت ما هو دليلك على ذلك في جاوبني هو بعد شوية سنقرأ جوابه يقول من قال أني أعتقد بالخرافات والأساطير طبعا كل ما يمكن عن أهل البيت إن كان يخالف القرآن نظر بها أرض الجذار كما أوصى بذلك أهل البيت أما لماذا قلت أنك خالفت أهل البيت فذلك لأن الرسول الكريم صلى الله عليه وآله يقول ولو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج رجل من أهل البيت يمنع الأرض كسطا وعدلا كما ملئ الظلما وجورا وقول رسول الله يكون بعد يتنا عشر خليفة كلهم من قريج وقول رسول الله من مات ولم يعرف إمام زمانه مات تميتة جاهلية منها عندما ضرب رسول الله على كتف الإمام الحسين وقال يخرج من صلبه تسعة أمة تاسعهم أهديهم طبعا هذه الأحاديث أنت هل حققتها هل درستها وين شبتها من راويها بها كتاب وجدتها يعني ما يجوز نقل أحاديث هكذا هذا منهج أخباري ومنهج حشوي كل واحد يجي صفت أحاديث ويقول لك هذه أحاديث صحيحة وانتهي الموضوع طبعا يضيف الأخ رائد المسوي يقول أن هذه الأحاديث باختلاف ألفاظ الأحاديث النبوي متفق عليها من قبل السنة والشيعة فبما أنك خالفت هذه الأحاديث النبوية الشريفة وغيرها الكثير وهي عقيدة أهل البيت بذلك تكون خالفتها ماذا بأهل طيب مو بس السنة والشيعة لو تفقوا عليها لو العالمين كلهم تفقوا عليها المسيحيين واليهود والنصارى والبوذين هم تفقوا عليها إذا أحاديث مواقعية ما يمكن نصدق بها إذا أحاديث تخالف الواقع يعني الكلام ليس عن الأئمة الماضين الكلام هذه الروايات مثلا من مات ولم يعرف إمام زماني أو كذا يعني الآن الآن من هو الإمام؟ هو يسألني أيضا من هو الإمام الآن؟ من هو إمامك الآن؟ يعني إذا قلت لك الإمام إمامي هو الإمام الثاني عشر هل لنا المشكلة؟ يعني صار عندي إمام؟ هل أنا يعني يأمني هو وأنا أتنبهي؟ هل أتبعه في أقواله وأفعاله ومواقفه وسياساته؟ أم لا يوجد حتى أمارس معه الإمامة؟ أو هو يقودني ويأمني؟ الإمامة معنات القيادة فكيف يقود إنسان غير موجود وغير مؤثر وغير فاعل بالساحة حتى كلمة ما يتكلم ونقول عنه هذا إمام لا يصبح إمام هذا الإنسان فكيف أنا أعتبر هذا إمام وإذا ما عرفت راح أموت بيتة جاهلية؟ أساساً هو الحديث ما قال لك هذا صحيح الحديث مختلق كيف يموت ويخالف القرآن أنت الآن قبل قليل قلت أنه إذا حديث يخالف القرآن من أخذ به؟ طيب القرآن هل وجدت بالقرآن يقول لك إذا من شروط الإنسان يذهب للجنة أن يؤمن بوجود إمام معين؟ الله قال لك آمن بالله بالآخرة بالغيب بصلي وصوم وزكي وأعمل الأشياء الأخرى أنت تكون من الفائزين والمفلحين وما فيه شيء موضوع اسمه عن الإمامة بالقرآن فإذا هذا الحديث يناقض القرآن لو فكرت فيه شوية لو وجدته يناقض القرآن ميتة جاهلية يعني كافر يصير الإنسان هذا فضلا عن أنه لا وجود لهذا الإمام حتى نطبق الحديث هذا يقول أيضا يتابع الأخرى وهذا جزء من رواية الغدير التي يرويها سنة والشيعة وهي الحادث التاريخية التي ستبقى مدى الحياة تصرخ بولاية وإمامة وخلافة وتنصيب الإمام علي عليه السلام وأنت يا أستاذ أحمد لا تؤمن بتلك الخلافة وتؤمن بشورة السقيفة السقيمة وأن الله يبعث من في القبور قالوا بلى نشهد بذلك قالوا اللهم اشهدك ثم قالوا أيها الناس ألا تسمعون قالوا نعم فيجيب حديث الغدير حديث طويل حديث الغدير يا أخي العزيز رائد فيه روايات متعددة تقول أنت يرويها سنة والشيعة هل رأيت حديث الغدير كما مكتوب عند الشيعة ومكتوب عند السنة هل رأيت موضوع حديث الغدير هل الإمام علي احتج بهذا الحديث يوم من الأيام وقال أن النبي قد نصبني خليفة عليكم وإذا النبي كان منصب خليفة على المسلمين وعندما ثار الناس على عثمان وقتلوه وجاءوا إلى الإمام يطلبون منه البيعة ماذا قال لهم دعوني وتركوني أني لكم أميرا أني لكم وزيرا خير لكم مني أميرا لماذا يرفض الإمام أن يصبح أمير إذا كان النبي قد أوصى به وعينه خليفة على المسلمين هل يحق له أن يتقاعس فهذا موجود في ناجة بلاغة لن نقرأ الأحاديث المتناقضة يعني في أحاديث يقول الإمام كذا نحن نقول كذا ضد الإمام وضد ماذا بأهل البيت أنا أخذت عقيدتي عن أهل البيت من أهل البيت من الإمام علي من الأحاديث اللي صححتها ودرستها عن أهل البيت أما تجيب أحاديث وتربطها وبصورة يعني غير دقيقة سنة وشيحة وحامة كذا يقولون كذا وكذا دكك بالأمور يا أخي العزيز انظر بدقة حتى تعرف أن هذه أحاديث غير صحيحة أحاديث مضافة ملعوب فيها زيدي من القصيد مختلقين روايات حتى تعرف حقيقة ماذا بأهل البيت على أي حال أنا مهمني كلامك أنه أنا على ماذا بأهل البيت أو لا أنا أقول لك إذا كنت أنت تسعى إلى معرفة ماذا بأهل البيت ونظرية الإمام يعني خلاصة الكلام نحن ما نتحدث عن الفقه نتحدث عن نظرية الإمامة أن الأئمة من هم الأئمة ماذا يعني الإمام الإمام يعني الحاكم الذي يطبق الدين نحن عندنا نبي خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم جاء لنا بمبادئ وأحكام وشريعة وحكم من يطبق هذا الدين من ينفذ هذه الأمور من يأخذ الزكاية وزعها على الفقراء من يطبق الحدود من يحافظ على الناس يدافع عنهم مثلا هذا هو الإمام الإمام يعني الرئيس رئيس الدولة رئيس الدولة إما أن ينتخبنا الناس إما أن الله يعينه نظرية الإمامة تقول أن الإمام يعينه الله عبر النبي عبر الأئمة واحدا فواحد طيب وين وصلنا بعدين توفى الإمام الحسن عسكري وما عنده ولد وما كان عنده ولد ظاهر وما ظاهر ذلك الولد حتى يقود الشيعة فوقع الشيعة في حيرا فإذن هذه النظرية هاوت وانقرضت وانتهت ولا وجود لها اليوم فنحن عندما نقول والأئمة والإمام علي عمل بالشورى عمل بالشورى والناس انتخبوا هذه هي الشورى ودعا إلى الشورى وآمن بالشورى وأوصى بالشورى وحتى عندما ضرب لم يعين ابنه الحسن عسكري إماما على المسلمين قال أنتوا انتخبوا أنتوا انتخبوا لي تردو وراحوا الناس انتخبوا الإمام الحسن فالشورى هي نظرية أهل البيت وليست الأسمى والنص والتعيي من الله هذه النظرية اختلقها الغلات وألصقوها بأهل البيت وهذه ليست نظرية أهل البيت هذا كلامي هذا طبعا الفصل الأول من كتابي تطور الفكر السياسي الشيعي بحثت في هذا الموضوع وقلت أن نظرية أهل البيت هي الشورى وليست الأسمى والناس وهذه النظرية المعروفة الإمامية اللي هي نظرية من تهية لا وجود لها اليوم ولا يمكن تطبيقها ولذلك عامة الشيعى اليوم سواء في العراق أو في إيران أو في لبنان أو في أي مكان آمنوا بالشورى إذا كانت الشورى سقيمة ومو صحيحة فلماذا الشيعى اليوم عندهم حكومات تقوم على الشورى والانتخابات سواء في إيران حتى في نظرية ولاة الفقهي تقوم على انتخابات مجلس البرلمان ومجلس الخبراء ومجلس كذا وفي العراق أدنا دستور وبرلمان ومؤيد من قبل المراجع والحركات الإسلامية فنحن أيضا نؤمن بالشورى اليوم الشيعى يؤمنون بالنظرية الشورى هذه النظرية التي أسلافهم كانوا يرفضوها ولكنهم آمنوا بها اليوم لأن لا يوجد بديل لها وعلينا أن نطور هذه النظرية هذه النظرية جديدة علينا وفيها ثغرات وفيها سلبيات وفيها مشاكل يجب أن نطور هذه النظرية ونرشدها وننضجها حتى تعبر عن طموحاتنا وآمالنا ومشاكلنا وتأتينا بحكومات يعني جيدة تنفذ ما نريد ولا تسرك وتنهب وتلتهي بالمشاكل فإذن نحن نريد أن نطور نظرية الشورى لأن لا يوجد بديل لها يعني شوفوا التناقض هذا أيضا من صفات العقل البدائي أن لا يدرك التناقض العقل الطفولي يعني أقصد العقل الطفولي ما يدرك التناقض أنه يجب على الله أن يعين إماما طيب أين هو الإمام؟ الله لا يريد أن يعين هذا الإمام لا يريد أن يظهر هذا الإمام حكمة الله اقتضت أن يغيب هذا الإمام طيب ما غيبه تتناقض مع وجوب تعيين الإمام لا يجوز أن يترك الأرض بغير الإمام يعني مثل واحد يقول لك هذا تقاطع سير تقاطع شوارع موجود والسيارات دائما تصطدم هنا والدولة يجب أن تعين شرط مرور في هذا التقاطع طيب جدا جدا جيد كلام جدا لطيف وفعلا ضروري الدولة تعين شرط مرور ولكن نذهب للشارع من نرى شرط مرور والسيارات متداخلة وتتوقف مثلا كما الآن في بعض مناطق العراق لا توجد إشارات ولا يوجد شرط مرور طيب ولكن الناس مثلا يديرون الشوارع بأنفسهم يخففون السير أو يصطدمون أو يحلون مشاكلهم فإذن عندما لا نجد شرطيا من الدولة يمكن واحد هو يتبرع يوقف وينظم السير فصار إنسان عادي البلدية مثلا تقوم بتنظيم السير يعني عندما نقول أن الله يجب أن نعين إمام ثم نقول أن حكمة الله اقتضت أن يغيب هذا الإمام هذا كلام متناقض متناقض لا يدرك هذا التناقض على أطفال وعقول الأطفال أما العقول الناضجة لا تفهم أن هذا شيء غير معقول وشيء غير صحيح فنحن دائما متحمس في الدفاع عن نظرية الإمامة وهي نظرية لا وجود لها اليوم نظرية تاريخية سواء كانت في التاريخ أو لم تكن لا يهمنا ذلك كثيرا النبي أوصل يوم عليه أو لم يوصل له ماذا يهمنا اليوم نحن نحن يهمنا اليوم حكومتنا حاكمنا من يقودنا من هو الإمام الذي يحكمنا هذا الإمام ملك هذا الإمام ضابط عسكري يستوي على السلطة أم حاكم ينتخب من الناس من عامة الناس هذا هو السؤال دعنا نفكر بواقعنا المعاصر وبمستقبلنا لا نفكر كثيرا بالماضي ونتصارع حول نظريات لم تثبت أساسا في التاريخ لم تثبت حتى عند أهل البيت ولم يتبنها أهل البيت أنفسهم ونحن نجي نلصقها ونركبها على أهل البيت ثم نجي نختلف مع بقية الناس هذا الإمام كان معين أو لم يكن معين تعترف بي أو لا تعترف بي يا أخي النتيجة ما هي النتيجة ما هي اليوم ما هو نظامنا السياسي هذا ما يجب أن نفكر فيه على أي حال الحديث طويل يعني ولكن أحاول أن أختصر الأخ سيروان ميرواني أخ عزيز دائما يعني يحاورنا ويشاركنا ويتابعنا هو يقول الغزي لا ينتمي إلى أي من المدارس الأربعة يقصد المدارس السنية أعتقد طبعا ولكنه يعادي المدرسة الأصولية بالدرجة الأولى الشيعية الأصولية كما تعرفون وليس الأخبارية ويقترب من المدرسة الأخبارية ولديه موقف نقدي من المدرسة الأرفانية طبعا أنا أيضا عندي موقف نقدي من المدرسة أو منهج الأرفاني وأقول هذا منهج خرافي وأسطوري ويعيب عليهم تأثرهم بمحيط دين بابن عربي طبعا هذا أيضا صحيح يبالغ الغزي بالغلوب والذي هي أسلوب شيك في عرض المعلومات ويهتم بسلامة لغتها العربية ويعاني من التكرار في الكلام والبطء في السر ويجيد استخدام الألفاظ العامية الدارجة أحيانا للتأثير على أقول السامعين كما يعتبر موسوعة في مصادر الإمامية طبعا أنا لاحظت أحيانا هو يبحث الأمور بشكل هادئ وأحيانا ينفعل ويستخدم كلمات غير لائقة به يعني كعالم هو نحترم إنسان عنده يعني موسوعة عنده يعني معلومات كثيرة بغض النظر عن اختلافنا يعني معه في عقيدته أو لا هو أشوف بعض الأوقات يقول استخدام قذارات علم الأصول لماذا قذارات علم الأصول يا أخي أنت احترم الآخرين أيضا هم عندهم رأيي أنت عندك رأيي يعني لا نستخدم هالكلمات السوقية في الحوار والنقاش خاصة عندما نريد أن نبحث قضايا علمية أو قضايا دينية أو ما شابه أعتقد نكتفي بهذا القدر وإن شاء الله ربما نواصل الحديث في أيام قادمة عن هذا الموضوع أو موضوع أخرى إذا اقترحتوا أنتم أيضا أي موضوع ممكن أحنا نتابع والناقشة وأهلا وسهلا بكم ومرحبا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة شكرا